هذه هي مياه غزة نابعة من الطبقات الجوفية مياه تعد 95% منها ملوثة تماماً وغير صالحة للاستخدام البشري بما أن مستوى النترات والكلوريدات يفوق بدرجة كبيرة المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية جاءت هذه الأرقام والتفاصيل ضمن آخر تقرير حول هذا الموضوع تقدمت به اللجنة طارئة لقطاع المياه والإصلاح البيئي والصحة العامة حذرت فيه من المخاطر المحدقة بالسكان من جهة وكذلك بقطاع الزراعة والبيئة من جهة أخرى كل هذا يأتي نتيجة للاستغلال الكبير والطلب المتزايد على المياه وأيضاً بسبب تلوث مياه الصرف الصحي نتيجة للحصار فإسرائيل فرضت قيوداً على كمية من المواد اللازمة لتطوير شبكات الصرف الصحي هنا في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الخانق الذي تعيشه المنطقة والذي منع كل عمليات تطوير أو صيانة لشبكات الصرف الصحي من جهة وكذلك الكثافة السكانية العالية في غزة والتي اضطرت المسؤولين إلى الإفراط في الضخ من المياه الجوفية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي في المياه كلها عوامل أثرت سلباً في متساكني المنطقة والله ما في مياه وأربعة أيام ما في مياه أنها انتصرنا المياه وإذا فتحواها بجيبوها أنها مياه ملوثة ولا تصلح للشرب هذه هي وضعية سكان قطاع غزة المحتلة الذين حرموا من أساسيات الحياة مياه للشرب والعيش والزراعة ومواصلة الحياة ريمبو جامرة العربية